أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقاتسات الإسلامية الانتهاء من إداع المبالغ المالية المستحقة على 1088 غارمة لدى التنفيذ القضائي ضمن المجموعة الأولى من الدفعة الأولى المستهدفة من حملة أردن النخوة والتي تشمل 5672 غارمة وكان مدير عام صندوق الذكاء أعلن في وقت سابق أن حملة التبرعات لدعم الغارمات التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني الجمعة الماضية مستمرة الأسبوع الجاري وأن مجموعة التبرعات لغاية الساعة الواحدة من مسائسات تجاوزت مليونين وأربعمائة ألف دينار